بارح كان يوم من الأيام اللي حتفضل يعني محفورة في الزاكرة كان يوم مليان بالفخر والعزة مع حفلة خرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2024 فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شاركوا في الاحتفالية اللي بدأت بمشهد مهيب بيحمل معاني كتير جدا بيحمل معاني لها علاقة بقوة وجهزية الجيش المصري في البداية سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعاه سمو الشيخ بن زايد افتتحوا المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الأدارية الجديدة موضوع الافتتاح كمان في التوقيت ده وإحنا في شهر أكتوبر شهر النصر كان لحظة مليانة برمزية لأن الأكاديمية الجديدة مش مجرد مبنى الحقيقة لكنها علامة على انطلاقة جديدة لمستقبل أفضل الجمهورية الجديدة الافتتاح ده بيؤكد أنه الجيش المصري دايما في المقدمة مش بس في ساحة القتال لكن كمان في تطوير مؤسساته وتدريبه لإضباط على أعلى المستويات بعد الافتتاح ابتدينا نشوف العروض العسكرية المبهرة والمشرفة اللي خطفت الأنظار واحد كمان من أهم العروض كان عرض قوات السعقة المصرية اللي دايما بتبهرنا بقدرتها الفائقة على تنفيذ مهمها بدقة وسرعة فعلا العرض ده كان رسالة واضحة جدا أن الجيش المصري دائما وأبدا مستعد لأي تحدي وأن الجيش المصري قادر على حماية أرض الوطن من أي خطر العروض ما وقفتش هنا شوفنا كمان استعراض الموسيقات العسكرية اللي كانت تحفة فنية بجد كمان كان جميل جدا مشهد الطلبة العسكريين لما شكلوا بيأجسامهم شعارات وطنية زي مثلا تحيا مصر والأكتاجون كان في حس وطني كده عميق بيظهر في كل حركة هم عملوها العروض دي أكدت أن الجيش المصري زي ما قلنا مش بس بيهتم بالقوة لكن كمان بالروح والانتماء لأرض الوطن بعد كده جي دور الاستعراضات القتالية الطلبة قدموا عروض مزهلة في استخدام السلاح والمهارات القتالية واستعرضوا قوة التدريب اللي حصلوا عليها على مدار سنوات كان واضح جدا قد إيه كل طالب فيهم جاهز للدفاع عن بلده بأعلى درجات الاحترافية المهارات دي مش مجرد حركات شفناها مع حضراتكم بارح لكنها هي نتيجة تدريب طويل ومجهود كبير جدا عشان نضمن أنه كل ظابط في الجيش بيكون مؤهل لحماية الوطن مبارح كان الاحتفال بيتخرج دفعة السادات لسنة 2024 اختير اسمها نسبة للرئيس طبعا الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام اختيار اسم رئيس الراحل السادات لي الدفعة دي بيحمل دلالة كبيرة جدا لأنه بيتزامى مع ذكرى طبعا انتصارات أكتوبر المجيدة اللي غيرت تاريخ المنطقة كلها وأثبتت أن الجيش المصري جيش قادر على تحقيق المستحيل الخارجين الجودة دول بيكملوا مسيرة أبطال نصر أكتوبر وبيستعدوا أن هما يواجهوا التحديات المعاصرة بروح أكتوبر اللي دايما بتبقى محفورة في قلب ووجدان كل مصري يمكن الصورة اللي شفناها مبارح والمشهد اللي تبعناها مبارح وتخرج أبطال جدد من دفعة السادات تأتي وسط ظروف دقيقة وصعبة ما بين تحديات أمنية وسياسية بتؤثر على استقرار الشرق الأوزم تخرج دفعة جديدة من الدباط في الوقت ده بيكون رسالة قوية أن مصر دايما جاهزة كان واضح قد إيه كل طالب فيهم جاهز للدفاع عن بلده بأعلى درجات الاحترافية وقبل كل اللي احنا شفناه قبل هذه المهارات كمان العقيدة المصرية أما بالنسبة للمهارات المهارات دي زي ما قلنا لحضراتكم هي مش مجرد حركات لكنها نتيجة مجهود وتدريب طويلة جدا عشان نضمن أنه كل زابط وكل جون دي في الجيش كل فرد أنه يكون مؤهل لحماية هذا الوطن والأهم وعلى رأس كل هذا المجهود هي العقيدة عقيدة الجيش المصري ده صحيح كمان من أجمل لحظات اليوم كانت تكريم أوائل الخرجين من قبل فخامة الرئيس تقديرا لتفوقهم وتقديرا لاجتهادهم اللحظة دي كانت مليانة بالمشاعر بقى كده والفخر مش بس ما بين الطلاب لكن من كل الحضور والمتابعين النجاح ده بيعبر عن جهود جماعية كبيرة بيمثل كمان الأمل في جيل جديد من القادة اللي إن شاء الله هيحمله راية مصر قدام هي كان يوم حافل بالإنجازات والعروض وكل لحظة فيه كانت بتعبر عن قوة مصر وعزمها على الاستمرار في بناء جيش قوي يحمي الوطن ويصون كرمته اليوم ده مش مجرد احتفال بتخرج ضفعة جديدة ده كان رسالة للعالم كله إن الجيش المصري مستعد لكل شيء وإن مصر دايما بخير بقوة جيشها وشبابها مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والعزة صباح الخير يا مصر